السلام عليكم نسمعوا بزب يقولوا جزء علينا الشيطة الذهبية في الفيديو في تيك توك أم بي بارتو مصطلح غير يرجع هاي نسي ونخمو فيها على الشيطة الذهبية عش ما نشي شيطة وخلاص علاش تتطورنا ولينا في شيطة الذهبية في الحقيقة الشيطة هذه هي مصطلح مربوط كترتها بالإدارة بالنوع من الإدارة بالمناصب لأنه كاين مجاملة كاين دبلوماسية بصح الشيطة لا لا الشيطة ما عندها شغول كاين تملق كاين تزلف كاين تملق وتزلف للمسؤول من عند لي تحتهم هاذ الظاهرات تنتشر وين في البلايس في الدول وين الناس تدير مناصب ماشي بالكفاءة تعرفوا كي تكون الكفاءة مقياس على الكفاءة ومقياس على الاختيار النازح يقولوا الناس ما يعتمدوش على التملق يقولوا يعتمدوا على فكرة أنه كل واحدية بتروحوا اللي عنده كفاءة السيئي يبرز الكفاءة وليه يعرف يخدم ونظيف وغيره السيئي يبين له صفوار فارتعوا قال الأداة تعودت على الخدمة وبعد الناس تخير هذا على الأساس اختيار قلوسية وغيره واخرين يخيروا على أساس أنه هو مؤهل للمناصب كي يكونوا في مجتمع وين جزء من المسؤولية مربوط باش مربوط بالعلاقات مربوط بالمحسوبية موش مربوط بالمهارة بالكفاءة موش عندك يقول لي التملق هو الطريقة ليوصلوا بها للسلطة الطريقة ليوصلوا بها للمسؤولية موش يقولوا يدروا الناس يقولوا يعتمدوا على تقافة الشيطة ها تقافة المحسوبية تفاقد تقافة التملق يقولوا يسيوا وراضي والناس اللي هما مفتاح تعالوا ووصول للمناصب ما هذه الظاهرة اللي معروفة قلوا في الإدارة الجزائرية يقول لي كل واحد يحاول يشيط اللي فوقه باش يسيط ضربه على المناصب اوكي احد يوش تعتمد بس عدهش ذاهبية ذاهبية على خاطرش كيكون عندك بزاف الشياتين يقول لي السيستام تمشي به يمشي بين المجتمع كيكون عندك بزاف الشياتين واشصرا تقول لي منافسة لداخل الشيطة كين منافسة لداخل الشيطة ماشي قال عندنا عدد قليل من نوع اللي يمارسوا هاد الحاجة ما كاش منافسة العدد تحو محدود الناس اللي ما عنده مش كرامة ما عندهش شخصية ويدي كلش يبوس الكلب من فمه باش يقضي صلاحه منه عقلال الموصيبك يكون عندك بزاف وبزاف منوعين قاريين ماشي قاريين عندهم مشاهدات كبيرة عندهم مسؤولية ومناصب محترمة وعندهم العقلية هادية يقول لي صافية يقول لي كين منافسة بين هاد الفئات الشياتين فلكن يجي المنافسة تقتل المنافسة نجحين فيهم ومنعهم الشيطة الدابية ما معنته؟ ما معنته عندهم إبداء في الشيطة تميزوا الشياتين متميزين حاجة كبيرة يخرج لك خرجين تقدر تصور ما تقدرش ما شغل خلاص ما خلحته كرامة هادك شوية لأنه كان قادر إنسان يبلعط يشيط ويبلعط لا لا ولا غير يعجبني أمر بتشوف أنت إنسان ماشي منح وباين الفساد تاعه وباين السوق تاعه وانت حاوب تقنع نابلي هايل وحاوب تقنع نابلي ماشي غرايل فوق هايل ايسي بانورما هادي تولي شي تدابية هادي عنده مهارات وعنده متطلبات من به المهارات وموت الطلبات أنك ما تزعفش كامل تلقاوا الناس هادو ما الشياتين هادو الصعاليك هادو تعالإدارة تلقى عنده قدرة كبيرة أنه ما يزعفش ما يزعف تحاوزوا يشكرك تنهي المهام بتاعه يشكرك يشكرك ويأدرك فيك باب الخير أوه لأنه حلاش هو يامن يقولك ممكن يعودعي طولي نصبر يعودعي طولي نحن في الإدارات نعرفه الناس في الجامعات منا تلقى إنسان يحاوزهم البوست نار كامل وقعت قدام الإدارة يدور غلط من نار كامل يدور يقولك آآ باك شماعي طولي آآ باك شماعي طولي تلقى قاعد في البيرو بيرو ما عندهش كرسي خاطئة هو قاعد اللتم يقولك نعاونهم ماذا تعاونهم انتك حاوزوك آآ نعاونهم نعاونهم اني هنا بك تلقى يدير مهام بلا صيفة تقولوا فهمني بك انت صيفتك واش احنا عندنا تلقى ناسك ذاك في الجامعات تلقى حاكم مسؤولية تقولوا وش هي مسؤولية تاعك يقولك أعطيني ورقة وريلي حاجة تعينت بيها كلفوك بيها ما عندهم لا ورقة لا تكلف لأولو هات برك أعطيني برك خليني نعيش لداخل إطار المسؤولية ومبعد يبدأوا يشيتوا ويبدأوا يقدموه في الهدايا ويديروا إحيان تحير وهو ما هذه مهارة هذه تطور كبير هذه قدرة كبيرة لأنه عنده قدرة على كتم الغضب تعيروا يسكت يبهدلوهم يرخصوهم يسكتو يقالوا يعيروهم في مقدام الناس يبهدلوهم نتاوبوا بواحد الألفاظ يقبل يسبوه يقبل يعني أقصى مستويات الإهانة يقبلها عادة ليسونسيل يوصل هو سوري هات نوصل لنا هات غضوان شد المنصب غضوان نطلع في المنصب نطلع يقدم أمور خطيرة في نفس الوقت هما سكتين يورطوا في المسؤولي اللي فوقهم يسي يورطوا المكسيموم نهار يورطوا يقول لي في يدوه نهار يقول لي في يدوه لا لا يفهموا يقول لي لازم يخليه معه في المنصب لا يروح شي عادي ويقولوا خلاصا يشدعك لا 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 يقعد مدلول ما يقولوا يبعت له إشارات باللي أنا راني جزء من المعادل وكان طيح أنا طيح أنت عادي تلقى ناس بزيف يحوز ذيمن يورط الغاشي معه كي يورط الغاشي بش ما يطعش وحده ما ميلاطاح وحده واستبدل وجاوا ناس وحد اخرين ما يقدرش يفتح تحقيق لأنه كان يفتح تحقيق يبدي غاشية الناس معاه بادي بيوم قاعد غاشية يتورط يوكلوا ماكسيموم يعني هاته ما ايش قال زعمك تملك خلاص هاي استراتيجية يولا تقافة تقافة وعندها رمو استحاة وعندها ناس عايشوا بها ويفتخروا انوا عايشوا بها من بكري يقول لك أنا شيتة دابية أنا شيتة أنا خدمتي وحقت لي نجحت وحقت لي ما كاسب ودرت تتاوي الولادي ودرت تتاوي الولادي وكليت وشربت ولبست اي بان زي سا شتوش مع انت يولي عندنا ناس متميزين فاش في هاد الحاجة ويقولوا ديزيكسوبي يقتديوا بيوم شباب بعد القاجر صغير جاي الخدمة جديد تخاف الإدارة ولا شيئت بالخاف في طرف قياسي ويقول لك هدي عجبني ودي عجبني ودي النموذج تاعي يقولوا مع انت عندهم أتباع عندهم انت وعنده ويقولوا هما ملهمين ملهمين كيفاش تقدر تنجح بلا ما يكون عندك مهارات بلا ما تكون عندك كفاءة بلا ما يكون عندك شهادات بلا كيفاش تقدر تدير طريق غير بالتملق غير بالتزلف غير بالمحسوبية تحسب منيح تتموقع منيح شفت الموصيبة تعنا هدي هي الموصيبة سيلومان شموها شيتة ذهبية لانه السيد الحق لانه السيد تميز في الفساد تميز في الانحراف يعني مالقريتو مالقريتو هدو ما متميزين عندهم قدرات كبيرة يقدر يتحكم في روحه يقدر يروح بعيد ويقدر يتلون بكل الالوان وبتاري حداري حداري بجماعة شيتة ذهبية ترجمة نانسي قنقر